على بعد نحو 13 كيلومترا شمال مدينة أربيل يقع مخيم بحركة للنازحين إلى جانب الكثير من المخيمات المنتشرة في كردستان العراق والتي تأوي عشرات الآلاف من العراقيين الهاربين من جحيم الحرب وغياب الدولة والقانون حتى باتت العودة إلى ديارهم أبعد أمانهم بصراحة الناس أكون منهم رجعوا وشوفوا مناطقهم أنه غير مهيئة رجعوا عادوا على المخيم يعني بهذا الوقت الحالي أنه يفضلوا البقاء بالمخيم أنه يرجعوا لمناطقهم الكثير من النازحين المخيم هم من قضاء البعاج غربي نينوى حيث أجبرتهم العمليات العسكرية ومن بعدها سيطرة الميليشيات على الاستمرار بالنزوح لسنوات طويلة من دون أمل بالعودة يلوح في الأفق مع دمار شبه كامل في مناطق النازحين الأصلية ووضع بيوتنا بيوتنا مهدمة أيضا قسم منها مهدمة وقسم نص ونص من القصف الجراء القصف التحالف هذا اللي يخلينا ما نرجع البطالة والإهمال الحكومي أسباب تمنع النازحين من العودة إلى مناطقهم فلا حياة بظل عدام مقاوماتها هكذا يقول النازحون في مناطقنا أول شي ما أكو أي شغل ولا عمل يروح يعني قاعد عطال بطال والما عنده شغل بهالوقت هذا وبهالظرف هذا ما يقدر يعيش هنا على الأقل أكو مشاريع أكو شركات يشتغل بيها اللي يقدر يشتغل يسبب يرتزق منها يعني يعيش نفسه أما غادي ماكو أي معيشة غادي أي شغل ماكو الميليشيات اليزيدية وغيرها المنتشرة في مناطق البعاج وسنجار تحمل الأهالي وزر ما جرى وتمنع عودتهم وقد يصل الأمر أحيانا إلى القتل كما يروي سكان تلك المناطق نحن منطقة بعاج تختلف عن باقي المناطق مثل بغداد أو الرمادي نحن عندنا مشكلتنا مشكلة مع اليزيدية مع اليزيدية اللي هم السعين يقولون هم اللي صار بينا نحن من المنطقة شعليها اللي صار وياكم هم الدواعش اللي أثرت علينا وعليكم السعي واحد مسلم هناك يضبونه يذبحونه يقول أنت من ضمن هدولات يا با إحنا مثل ما صار بيكم صار بينا مثل ما هججوكم هججونا عرفت شون؟ يعني قبل فترة واحد منهم مخيام راح يذبحوه إهمال السلطة للنازحين تجلى بتركها لهم يلاقون مصيرهم بلا معيل أو مساند ولا حتى زيارة تفقدية إلا في أوقات الانتخابات فحسب والله ما جاءنا لا محلية ولا من بغداد ولا من الموصل وأصلا السعين آني بيتي خاصيا واقع السعين الانتخابات هجو نتراكضون ما حاجة بس انتخاب واحد ما انتخاب واحد ولا واحد شضف العيش والحرمان وحياة المخيمات القاسية تلخص جزءا يسيرا من حياة العراقيين في وقت تنعم فيه طبقة الحاكمة بحياة الرفاهية وليس هناك حيلة بيد النازحين سوى سؤال واحد أمري 45 سنة يعني إلى متى وعد يظل يشتغل على شغل شتفال إلى ما تظل بالشارع وظل تشتغل ونوبا أكونا وما أكو عشرة أكونا وما أكونا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة